وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وبرحمته التي وسعر كل شيء أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة اللهم ألطف بإخواننا في أكنا في بيت المقدس اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رم اللهم طال ليلهم وتعظم كرمهم واشتدت محنتهم رحمك 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 بهم رحمك رحمك بشيوخهم وعجائزهم وأصفالهم يا رب العالمين أمدهم بمدد من عندك أمدهم بجند من عندك كلهم مغيثا ومعينا ونصيرا يا رب العالمين يا رب اقبل ضراعتنا اقبل شفاعتنا اقبل دعاءنا لهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا واغفر لنا تقصيرنا وعجزنا وتفريطنا في حقهم يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم وقذف الرعب في قلوب أعدائهم اللهم ثبت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم اللهم ألنا في عدوك وعدوهم يوما كيوم عاد وثمون ألنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم